كما جاء في تهنئة السيد عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الموجهة لسيد رئيس الجمهورية بمناسبة سبعينية أول نوفمبر 1954 مايلي يطيب لي وأنتم تحتفلون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة أن أتوجه إليكم أصلة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والرخاء لشعبكم الشقيق ولكم بموفور الصحة والهناء وإذ نهنئكم فخامة الرئيس بالمناسبة العظيمة التي ضحى فيها الشعب الجزائري بالغالي والنفيس أود التأكيد على أواصل الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط بلدينا الشقيقين وعلى حرص السودان لمواصلة التعاون المشترك للدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين